اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد من دروس مستر مايك ماث في الفيديو ده هنتكلم عن اكسبريشن مهم جدا في الماثماتيكس وهو البرامتر او المحيط في ناس كتير حافظة البرامتر اللي بتجيب بها البرامتر بس في الفيديو ده انا عايزك تفهم كويس يعني ايه برامتر وبيعبر عن ايه وازاي يجيبه من غير مكون حافظ اي فورملس وبالتالي لما شوف اي برولم هكون فاهم انا بعمل ايه just اني اكون فاهم وعشان كده الشرح هيكون بسلوك جديد ومختلف اول حاجة لازم نشوفها ونعرفها هي الديفينيشن الديفينيشن بتاع البرامتر is the distance around a two dimensional shape يعني ايه two dimensional shape two dimensional shape يعني عبارة عن شكل ممكن ارسمه على plane او على ورقة زي السكوير السكوير اللي قدامنا ده two dimensional shape ليه لاني ليه edge lens width او square dimension mask ما يحتاجه على Height جاي الكيوب الكيوب 3D او 3 dimensional shape حيان اجيب البرامتر بتاعcendue المنتر نقرة تاني الديفنيشن. is the distance around the two dimensional shape? is the distance? يعني لو هل هي الديستانس دي? لا. طب هل هي الديستانس دي? برضو لا. يبقى الديفنيشن مرة تانية. is the distance exactly around a two dimensional shape. exactly يعني اكيد هي الديستانس دي. يعني مثلا لو كان السايت بتوع السكوير 5 سنتيمتر البرامتر will equal 5 plus 5 plus 5 plus 5. so equals 20. 20 وات. 20A. اليونت هنا تبقى مهمة جدا. اليونت بتاعت البرامتر ممكن تكون سنتيمتر. متر. mile. kilometer. inch. feet. and so on. اليونت دي بنسميها one dimensional shape. خد بالك اليونت بتاعت البرامتر. one dimensional. بس البرامتر هو distance around two dimensional shape. twenty سنتيمتر. يبقى المعلومة اللي نخرج بها ان عشان اجيب اي بريمتر بشكل حتى لو كان زي كده. كده. لازم اجيبي distance just around the shape. طيب. طيب. تعالوا نفهم اكتر. يعني ايه بريمتر. في الشكل اللي قدامنا. او بالتريانجل. هو تريانجل لي. three sides. as we know. في الشكل ده هم. five six and seven centimeter. طيب. to calculate the perimeter. حد هيقول لي. add up all the sides. you are right. بس تعالوا نتخيل ايه هو البرامتر. احسبه بطريقة تانية مختلفة. اول حاجة اعمل unfold للتريانجل اللي قدامك. يعني ايه unfold. يعني افرده. زي كده. وبعد كده اجيب ruler او شريط قياس. وايس طول. sides جنب بعض. بحيث يكونوا على line واحد. هيطلع لي زي ما انت شايف. eighteen centimeter. طيب. في طريقة تانية. في طريقة فاني. imagine ان انت. stick man. ومشيت حول التريانجل. وفي الاخر كتبت. انت مشيت قد ايه. ورجعت تاني مكان ما جيت. مكان ما جيت. برضو. eighteen centimeter. ودلوقت هنتكلم عن البرامتر. of special cases. او special shapes. يعني مثلا لقدامنا ريكتانجل زي ده. كلنا عارفين ان ريكتانجل. every two opposite sides are equal. يعني. كان السايد ده. five centimeter. كان السايد ده. three centimeter. already. السايد ده برضو. five centimeter. and this side. three centimeter. طيب. عشان اجيب. البرامتر. حجم كل السايد. طيب ما في طريقة جميلة. the side three. ويقرر مرتين. site five. برضو. replicate. طيب انا ممكن اقول. three plus five. all times two. مرتين. ازاي كلام ده. فاكر الدستربيوشن. property. is two. مباران. two times three. plus two times five. ازاي كده انا جمع. five مرتين. وثري مرتين. هنا يكون 16 سنتي متر. من الشيبس المهمة اللي باجيب لها البرامتر هي البوليغونز. البوليغونز. از يو نو. بوليغونز كونستركت فم استراتيط لائن. وفي فيديو مخصوص انا عامله للبوليغونز. اتمنى انك تشوفو واستفاد منو. so to calculate the perimeter of بوليغونز. خليك فاكر. بنعمل. add up. all sides. بوليغونز. يعني مثلا لو عندنا بوليغون زي ده. بوليغونز. هعمل add up. لكل الصيد بدوعه. طب لو كان البوليغونز ده. ريجولر. عشان تعاف يعني ايه ريجولر ولا ايه ريجولر. please watch the video of balloons. طول الصيد الواحد ايقال 5 سنتيمتر. يعني كل الصيد ايه ريجولر. طب انا هنا عندي كم الصيد. one two three four five six. يعني يعني البرمتر will equal six sides times five سنتيمتر. so equal 30-70 متر. ريجولر. وهنا بنسمي. circumference a circle. طبعا كلنا عارفين ان ده شكل ال circle. وهنا لا يمكن اعمل add up لكل الصيد لان الصيركل ملهاش sides. طيب تعالوا كده نشوف فيديو بشكل جديد. يعني ايه circle. circle عبارة عن line rounded around center as shown. والcenter بيكون point in the middle of the circle. وفيه line خارج من center to the edge of the circle. وبيبدا الradius. ونفس الطريقة من الناحية التانية برضو. بيبقى radius. two radius دول على بعض is the diameter. so the diameter equals two r. يعني عشان اجيب circumference. اللي هو المسمى التاني. اول حاجة ممكن اعملها ان اجيب probe حبل زي الشكل ده. والفو حوالين السيركل. وبعد كده اعملوا unfold. واجيب ruler. وايس طوله. يعني اطلع لي في الشكل ده 44 سنتيمتر. زي ما احنا قلنا. ده ال radius بتاعي او ال r. ففي الاقزامل ده. ال r equals 7 سنتيمتر. طيب الفورملا اللي ممكن احسب بيها circumference. says circumference equal two pi r. r. to the number. constant. and we know. the radius. we also know it. ال pi. ال pi equals 3.14. وهي عبارة عن ratio. وفي فيديو مخصوص لل pi. عشان تفهم يعني ايه pi. so circumference equal two times three point one four times seven. لما تيجي نعملها على الكالكوليتر equals forty four سنتيمتر زي الطريقة اللي حسبناها باستخدام الروب. ودلوقتي جمعات الهومورك. والمطلوف في الهومورك. ناتذيLI ان تفاهات التقريب سنتيمتر الثانيات. احب kalau كلكم تكونوا استفدتوا بالدرس enjoy it please لو عندكم اي استفسار او اي اقتراح ما تترددوش على الصفحتي على الفيسبوك Mr. Mike Math او للشانل على اليوتيوب او على ميل الخاص Mr. Mike Math at yahoo.com thank you